كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السلع الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تمونية بمضبوطات بلغة 430 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدومة تم ضبط 440 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي تم ضبط 26 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 715 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص للوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط 22 طن أقمح